اشتركوا في القناة احنا اليوم اكيد حيكون عنا وقف لنعرف اكتر عن احوال الطقس ضمن اسبوعنا القادم خلونا نبلش بهذا الصباح ودائما نقول يا رب مساعد صباحي كرشاو صباح الخير لكل الاشخاص اللي عم يحضرون نهار جديد يا رب يحملكم كل الخير والصحة وراحة البال والامل والتفاؤل اكيد ببداية كل نهار منوع ومنقول يا رب هاد اليوم يكون بداية جديدة لفرصة جديدة وعلى تحقيق امنية ببالنا محطاتنا الصباحية عديدة ومتنوعة ومشوارنا الصباحي رح نترافق فيه لكن بعدها الباصل وكالعادي قبل ما نستعبل اول جوفنا لليوم خلونا نروح لذاكرة الايام ودائما في تواريخ ما بتنسع بحياتنا خلونا نشوف فريق الاعداد شو حضرنا من ذكريات بسنين الماضية اليوم تسعة كانون الاول تتوالد كتير من الاحداث قراءة سريعة لا ابرز الاحداث بعام 1975 تأسيس دار الشؤون الثقافية العامة في بغداد وهي دار تباعة ونشر حكومية بعام 1987 أعضاء السوق الأوروبية يوقعون على معاهدة ماستريخت للوحدة الاقتصادية والنقدية بعام 2019 توران بركان الجزيرة البيضاء في نيوزيلندا مخلفا ستة قتل على الأقل وإصابة آخرين من الشخصيات يلي أبصرت النور بمثل هاليوم من عام 1946 سونيا غاندي سياسية هندية وأرملت رئيس الوزراء الهندي راجف غاندي ومن الوجوه يلي غيب الموت عن عالمنا بمثل هاليوم من عام 1937 غوستاف دالين عالم فيزياء سويدي وحصل على جائزة نوبل في الفيزياء بعام 1912 يا صباح الخير لألكم مشاهدينا عن جديد وهلا رح نبدأ بأول تقاريرنا لليوم تقديم خدمات الرعاية الصحية بعد الانتهاء من أعمال الصيانة والترميم وزير الصحة الدكتور حسن الغباش يقص الشريط لمركزي الرعاية الصحية في كل من القرداحة والحفة بالإضافة لإفتتاح قسم الجراحة العظمية ووضع جهاز تصوير الطبقي ضمن الخدمة تفاصيل أكثر رح نتابعة بالتقرير التالي تقديم لخدمات الرعاية الصحية بعد الانتهاء من أعمال الصيانة والترميم وزير الصحة الدكتور حسن الغباش يقص الشريط لمركزي الرعاية الصحية في كل من القرداحة والحفة بالإضافة إلى افتتاح قسم الجراحة العظمية ووضع جهاز تصوير الطبقي المحوري في الخدمة نمنى مشفى الشهيد حمزة نوفل الوطني باللاذقية تم افتتاح مركز صحي في القرداحة مركز الرعاية القرداحة الصحي المركز تم تجديده بالكامل بالتعاون بين وزارة الصحة ومنظمة اليونسيف ثم اتجهنا إلى مدينة الحفة وأيضا تم افتتاح مركز الحفة الصحي الذي تم إعادة تأهيله بالتعاون مع الأهالي المنطقة والمجتمع المحلي كما نحن الآن في مشفى اللاذقية الوطني مشفى الشهيد حمزة نوفل افتتاح قسم للجراحة العظمية كبير وحديث متطور بكل إمكاناته أيضا زرنا جهاز طبقي محوري الذي وضعته وزارة الصحة في الخدمة منذ بضع أيام تم تزويده للمشفى بهذا الجهاز المتطور مما يخفف من الأعباء على الأخوة المواطنين أعباء إجراء صور الشعاعية أو صور الطبق المحوري وأكيد بقدم خدمة لكل العاملين بالمستشفى من جراحين وأطباء في موضوع التشخيص والعلار جهود كبيرة حكومية تبزلها الدولة من أجل دعم المنظومة الصحية في كل المحافظات وخاصة محافظة اللاذقية بالإضافة للجهود الكبيرة التي تبزلها وزارة الصحة مع مدرية الصحة من ضمن خطة الاستثمارية عم تنفذ كل المشاريع التي وضعتها ضمن الخطة الاستثمارية نحن بسياق عملية الترميم المستمر بالمشفى الوطني لبعض الأقسام والشعب الموجودة في المشفى حالياً نحن إن شاء الله انتهينا بمراحل نهائية أو تقريباً انتهينا من ترميم الشعبة العزمية شعبة التسع لـ 25 مريد بكامل تجهيزاتها اللوجستية طبعاً الفريق الطبي والتمريدي موجود مسبقاً هذا المركز فيه مجموعة كبيرة من العيادات بتخدم أهالي المنطأمة العيادة اللقاح بتتقدم فيها كل خدمات للطفل كطفل سليم ومريض ولقاح عنا عيادة الصحة الإنجابية بتتقدم كافة الخدمات لسيدات من تنظيم أسرة ورعاية حامل كشف مبكر عن سرطان عنق الرحم والسدي المركز هو المركز الوحيد بالقرداحة اللي بيقدم خدمات عدد السكان اللي بيخدمه هي 18 ألف نسمي وعادة عن القرى المجاورة اللي بتجي على المركز المركز كان في وضع شوي هيك بحاجة لترميم تم ترميه بشكل جيد يعني بيقدم خدمات كتير ريزة بالنسبة للخدمات اللي بيقدمها نحن عنا الصيدلية بتقدم معظم أنواع الأدوية خاصة بالصحة الإنجابية وخاصة أيضا بالالتهابات العيادة الداخلية والإسعاف عنا المخبر بيقدم أيضا عدة أنواع من التحاليل مثل الخضاب مثل تحاليل الدم السكر، الوطاخة، الشبانية عيادة الداخلية بتقدم كل أنواعنا هذا بإضافة لوجود طبيب داخلية هلأ مركز الحفظ الصحي هو عمليا إجاء خدمة كتير كبيرة للمنطقة من حيث تقديم خدمات الرعاية الصحية الأولية بشكل كامل يعني من ضماض، من تجبر كسور، من عيادة عام فحص مرضى إن كان مصابين برشح أو أمراض بسيطة يعني جهود مستمرة لوزارة الصحة في تطوير قطاع الصحي من أجهزة ومعدات وكوادر طبية متخصصة وتأمين الخدمات الصحية المتعددة لتخديم شريحة واسعة من المواطنين وبأول فقراتنا لليوم خلينا نفرد للمساحة الطبية اليوم هيك رح نضوي على نقص الفيتامينات بالجسم من الأسف أي حتى فينا اليوم بروح لإجراء تحاليل للفيتامينات خلينا نقول النسبة الأكبر حيطلع مع ناقص بهذا الفيتامين واليوم الأسباب كتير كبيرة وأهم أنه نحن اليوم بسبب الظروف اللي عم نعيشها بسبب الظروف الاقتصادية بسبب ضغط العمل وعدم اتباعنا لنظام صحي متنوع يلبي حاجات الجسم من الفيتامينات عم يطلع عنا هذا النقص هذا كتير عم يكون له تأثير سلبي على أجسامنا وأيضا على نفسيتنا تماما يا رشا واليوم رح نحكي عن نقص الكاليسيوم اللي كتير أشخاص بعانوا منه وشو هي أسبابه وكيف ممكن نحن نعود نقص الكاليسيوم من طريقة غزاءنا اليومي الطبيعي لحتى ندارك مشاكل الأسنان والعظام اللي ممكن نتعرض له مع الوقت لن نحكي أكتر عن هالأمور مع ضيفنا اللي صار معنا بالاستوديو اختصاصي التغذية فادي الخشرو ميسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك صباح خيرات صباح خير يا دكتور أهلا وسهلا بحضرتك اليوم نقص الكاليسيوم بالجسم هو شائع وخاصة اليوم الصباية تعاني أكتر من الشباب بسبب الاهتمامات المظهر الخارج كان الشعر الأظافر العظام واليوم المرأة دائما يعني عم يكون للأسف بعمر كتير مبكير هذا النقص عم يظهر عندها خلينا بداية نعرف بهذا الفيتامين وشو هي الأعراض اللي ممكن تظهر على الشخص اللي عنده نقص هو الشي صباح الخير لحضراتكم وإخوة المشاهدين طبعا معدن الكاليسيوم من المعادن الهامة جدا وبكل أسف يعني نقصه المزمن أو عبر سنوات طويلة لا يمكن ملاحظته ولكن نحن نشوف بالأخير التداعيات السيئة لنقص هذا المعدن نشوف الهشاشة العظمية مثل ما بنعرف نشوف هذا المريد يعني عم يتعرض لسقطات مثل ما يقوله بسيطة للغاية هذا العظم عم يكون هش بسبب خصف أملاح الكاليسيوم المستمر اللي موجود عنه تماما دكتور خلينا نحكي شوي عن العلاقة بين الكاليسيوم والميجنزيوم هل في علاقة بين ناطون وبالإضافة لفيتامين دال كمان تمام هل لا ما في شك أنه العلاقة يعني كتير مهمة ما بين الكاليسيوم والميجنزيوم خلينا نتذكر أنه اتنيناتهم أساساً بيدخلوا بتركيب أو بتكوين العظم تمام فوجود هذين المعدنين أمر هام جداً لتكوين العظم شغلة تانية كمان ما بنا ننساها أنه الميجنزيوم هام جداً لاصطناع هرمونات إجارات الدرق اللي هو البراثرمون البراثرمون هام جداً لحفاظ على مستويات صحية من كاليسيوم الدم وبالتالي نقص الميجنزيوم سيقود حتماً إلى نقص الكاليسيوم بالدم هاي من جهة من جهة تانية الفيتامين دي يعني مثل ما نعرف دائماً منشوف أنه هو صديقه أو القرين تبعه للكاليسيوم الفيتامين دي مثل ما نعرف بعزز امتصاص الكاليسيوم بدرجة كبيرة جداً وبالتالي نقص فيتامين دي سيقود حتماً إلى نقص معدن الكاليسيوم بأجسامنا وبالتالي تداعيات السيئة اللي منشوفها لنقص الكاليسيوم نعم وقتل نقول تداعيات خلينا بس نرجع نركز على موضوع الأعراضي اللي بتظهر على الشخص واليوم هل بتتشابه هاد نقص المعدن الكاليسيوم مع نقص معدن آخر بالجسم يوم هاد الشخص شو أكتر شي بيعاني منه ممكن من الواقع نشوف ناس بتقول لك أنا بس يقعت وقعة تير بسيطة أدالي يكسر وهاتش لي دليل أنه العظام راحت بمرحلة هشاشة يعني طباماً هلا النقص المزمن اللي هو عاب يكون عبر فترات طويلة من الزمن للحقيقة كلها تنمام اللحظة ولا ممكن نشعر فيه أبداً السبب هو الآليات المعاوضة اللي عبتن بأجسامنا يعني إحنا عملياً كل ما بنقص مستوى الكالسيوم موجود عنا بمجرى الدم الكالسيوم معدن هام بدخل به الكثير متل هو يقوله من التطبيقات الفيزيولوجية داخل جسم الإنسان ممكن نحكي عنا بعد شوي إذا حبيته ولكن هذا المعدن لأني أنا بحاجته بشكل شديد للغاية يجب أن لا ينقص أو يجب أن لا تنقص مستوياته بمجرى الدم لهيك نشوف دائماً في عندي آليات معاوضة هرمون جارات الدرق يستثير الكاسيرات اللي موجودة عندي بالنسيج العظمي بتحرر الكالسيوم بمجرى الدم وبالتالي أنا باستخدمه بالتطبيقات المختلفة اللي موجودة فأنا عملياً على المدى البعيد أو على المدى القريب عفوان أنا ما ممكن نشوف هذا النقص وتأثيراته ولكن على المدى البعيد مثل ما ادفقناه بصير في عندي خسف في أملاح الكالسيوم هذا المريض بتعرض لها شاشة سقطات بسيطة للغاية يمكن أن تؤدي إلى كسر هذا العظم بينما إذا عم نحكي نحن نقص الكالسيوم الحاد نقص الكالسيوم الحاد فينا نحن أكيد نشوف الأعراض تبعه ممكن نذكر منها الخدر في الشفاه أطراف الأصابع ممكن نشوف حالات التكزز العضلي ممكن نشوف عسر البلع عملياً الكالسيوم يدخل بعمل العضلات الملساء بشكل كبير جداً هذه معلومة طبية جديدة اليوم بعسر البلع عند الأشخاص نعم نعم ديسفيجيا عسر البلع أو ما يعرفي الديسفيجيا العضلات الملساء مثل ما بنعرف معتمدة على الكالسيوم بدرجة كبيرة جداً حتى تقوم بالترستلسيز اللي هي حركات المعوية التقليدية اللي بتقوم فيها تشنج القصبات أيضاً قد يكون واحد من الأعراض اللي ممكن نشوفها وما ينتج عنه من أزيز بالحالات الشديدة جداً طبعاً ممكن نوصل لاختلاجات بنقص الكالسيوم الحاد تماماً دكتور خلينا نحكي شوي عن الأغذية اليوم اللي بتساعد على أنتصاص الكالسيوم قبل لا ما نحتاج لأدوية في الحالات الشديدة تمام هلأ يعني لما نقول نحن الأغذية المساعدة نصنص الكالسيوم فوراً بتبادر لأذهاننا فيتامين دي تمام أو الأغذية الحاوية على فيتامين دي يعني أنا كتير مهم بالنسبة إلي لما بدي اتناول الكالسيوم اتناوله من مصدر لربما يحوي فيتامين دي حتى لما بدي أخذ فيتامين دي أنا يفترض أخذ الشروط أو الوسط يلي ينحل فيه فيتامين دي طبعاً عم بيحكي عن الوسط الدهني سابقاً كان الشائع مثل ما بتعرفوا أنه يعتمد أو تعتمد المرأة أو الرجل على شرب الكالسيوم أو اعتماد الكالسيوم الموجود بالحليب ولكن كنا نروح نحن بسبب موضوع الخوف من زيادة الدهون نروح باتجاه حليب أليل الدسم صح الحليب أليل الدسم حقيقةً حتى لو كان معزز بي فيتامين دي حتكون الفرص تبعه فرص الاستفادة من الكالسيوم أقل كلما كان الوسط المحل دهني أكثر هذا بيعني انحلال أفضل لفيتامين دي وبالتالي امتصاص أفضل للكالسيوم طبعاً لما عم نقول فيتامين دي كمان نحن ممكن نعضب مصادر الأخرى اللي هو مثلاً موجود بالبيض أيضاً موجود بالحليب المعزز بي فيتامين دي ممكن نشوفه أيضاً بالسردين ممكن نشوفه باللحوم وكبة الحيوانات يعني هالمصادر كلها تغني بي فيتامين دي يمكن إدراجها بالحميات الغذائية مع المصادر الحابية على الكالسيوم بطبيعة الحالي الاستفادة من كلا العنصرين اليوم دكتور يعني ما فينا شاء اللي عم تذكروا يعني كتير زعب ضمن الظروف الاقتصادية اللي عم نعيشها وهذا الشي يعني يمئسر بشكل سلبي للأسف مثل ما حكيت من الزمان كنا نهرب من كثير الدسم لقليل يوم لا قليل ولا كسير يعني على الله مثل ما عم يقوله خلينا نروح دكتور لحد المطلوب لهذا الفيتامين بي الجسم ودائما يعني في مثل من قوله زايد أخون نائس يعني وقت اللي يكون في زيادة بهذا المعدن بي الجسم أكيد ريكت فيه أضرار على الجسم ما بين خلينا نقول الحد المطلوب والحد الفائد يعني شو أضراره على الجسم تمام الحاجة اليومية من الكالسيوم هي تقريبا 1300 ميلي جرام للرجل والمرأة بعد عمر الخمسين المرأة والرجل تقل الحاجة له بتوصل تقريبا لألف ميلي جرام بينما المرأة بتنزل بس لألف ومائتين ميلي جرام تمام يعني عمليا منحاول نحن ما ننزل بشكل كتير كبير بعد عمر السبعين سنة ممكن تكون حاجة الجنسين ألف ميلي جرام يوميا طبعا متما تفضلت حضرتك الزايد أخو النالس أنا يوم اللي بتناول أو بتكون عندي مستويات الكالسيوم كبيرة للغاية بمجرى الدم هذا كمان رح يكون له تداعيات سلبية ممكن نذكر من هذه التداعيات السلبية زيادة تراكم الكوليسترول والكالسيوم ببطانة الشريان تحديدا عن الأشخاص اللي عندهم مستويات مرتفعة من الكوليسترول وعلى فكرة هذا الشيء نحن نتحرع عنه بشيء اسمه الكالسيوم سكور كالسيوم سكور ممكن يعبر لأديش هذا المريض عنده فرص للجلطات على سبيل المثال هذا الشيء ممكن نشوفه بشكل كتير خطير على الشرايين الإكليلية اللي انسداده ممكن يؤدي إلى تمامات أجزاء من القلب من سمينه مايوكارديال انفراكشن وبالتالي هذا الأمر خطير للغاية زيادة مستويات الكالسيوم أيضا ممكن يؤدي إلى زيادة تشكل الحصيات الكولوية وهي كمان مشكلة كبيرة للغاية نقص الكالسيوم مثل ما حكينا على المدى نقص الكالسيوم القصير مثل ما بيقولوا يعني لا يمكن ملاحظته في حال كان حاد أكيد فينا نشوف التداعيات السلبية كان الفائد أخطر من أسل ناعيس الدكتور؟ للأمانة اثنين اثنين خطيرين يعني هلا نحن فلنفرض على سبيل المثال كان في عندي أنا مشكلة بجارات الدرق قدت إلى نقص بمستويات كالسيوم الدم أيضا رح يصير في عندي أنا اضطراب بالنظم القلبي رح يصير في عندي تكزز مثل ما ذكرنا لأن العضلات معتبدة بدرجة كبيرة جدا على الكالسيوم حتى البنكرياس حتى البنكرياس يعني حتى يفرز الأنسولين ونضبط مستويات سكر دم هو بحاجة للكالسيوم فتخيل إديش هذا الموضوع عبتير حساس وما لازم يكون في مساس أبدا يعني دكتور مين هنا الأشخاص اللي بيعانوا من نقص الكالسيوم أو الأكتر عرضة اليوم لنقص الكالسيوم وهل الغذاء من الطفولة هو إله علاقة بمراحل متقدمة من العمر اليوم وقت بيصيبهم نقص الكالسيوم أو أحيانا فيه أشخاص بيعابدوا بالأدوية أحيانا فيه أطفاء اللي بيعطوهم أدوية كالسيوم فيه أطباء بيقولوا لا ما بيسير يتاخد هذا الدواء بشكل مفرط أو بشكل مبكر يعني تمام تمام هلأ مثل ما بيقولوا كل حالة إلى استطبابة لما عم نقول نحن مين هنا الأشخاص الأكثر عرضة لنقص الكالسيوم فأبسط جواب رح يكون هنا الأشخاص اللي بتناول مصادر الكالسيوم بدرجة قليلة يعني عمليا اللي تكون حميتهم الغذائية ثقيرة بالكالسيوم من الطبيعي جدا أن نشوف عنده نقص بمستويات الكالسيوم الأشخاص اللي بتناولوا فيتامين دي ومصادر فيتامين دي بدرجة أقل كمان هنا معرضية لنقص الكالسيوم لأنه تكرنا أنه فيتامين دي قديش مهم لانتصاص الكالسيوم ممكن نذكر أيضا بعض العمليات الجراحية التي تجرى على سوية الجهاز الهاضم مثل عمليات تجاوز المسار أنا عمليا لما بتجاوز الـ 12 اللي هو المكان الأهم لمتصاص الكالسيوم فأنا عم عرض حالي لنقص بمستويات الكالسيوم أي جراحات إنقاص الوزن والجراحات اللي بيكون الهدف منها الحفاظ على مستويات جيدة من سكر الدم ومستويات صحية الأشخاص اللي عندهم أديات كبيدية وكلوية رح تكون فرص اصطناعهم لفيتامين دي فالمهم لمتصاص الكالسيوم كمان قليل الغاية والثالي دول أشخاص اللي معرضين لنقص الكالسيوم الأشخاص اللي عندهم مشاكل على سوية الظهارة المعوية مثل الداء كرون الداء الزلاقي هذول أشخاص كمان رح نشوف عندهم مشاكل بامتصاص الكالسيوم الأشخاص اللي عندهم مشاكل بجارات الدراق أيضا رح نشوف عندهم كمان كذلك الأمر نفس المشكلة فإذا مثل ما نلاحظين الطيف واسع يعني دكتور خلينا نروحك شوي للنقص وقت اللي بيكون الأشخاص عندهم نقص وبنسبات خلنقول متفاوتي اليوم علاجيا يعني اليوم حضرتك حكيم وبما جعلك شوي أهم الخطوات اللي بتتبع لتعويض هذا النقص بين الأطفال والعمر الأكبر طبعا هلأ نحن أول شغرة بدنا نشوف هذا النقص والتداعيات اللي أدى لأله يوم اللي بيكون نقص بحدوده الدنيا فأنا ممكن من المصادر الطعامية أني عوض باختيار مصادر غنية بالكالسيوم وفيتامين دي مثل ما ذكرنا قبل شوي طبعا الكالسيوم اللي دائما بيكون بالمصادر البروتينية مثل الحليب هو الأوفر حظا الكاس الحليب اليوم كافية؟ بكل تأكيد غير كافية غير؟ غير كافية نحن عم نقول حاجتنا اليوم هي تقريبا 1300 ميلي جرام تمام؟ الكاس الحليب تقريبا فيه 240 ميلي تمام؟ فالأمانة الكمية غير كافية أبدا سمسوم؟ المعدة عم تقول سمسوم هذا ممكن 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 في عندي سمسوم مشتقات الألبان والأجبان بكافة أشكالها بعض أنواع الخضروات أكيد أيضا تعتبر مصادر جيدة للكالسيوم دكتور كاملات؟ نعم نحن المكملات المكملات تماما نعم بحالات البسيطة فين يعتمد على الأغذية الحالات الأشد نوعا ما فأنا ممكن ندرج الكالسيوم وفيتامين دي الموجود عندي اليوم اللي بكون عندي في حالة يعني أصبحت ظاهرة التأثيرات السيئة لنقص الكالسيوم فأنا بدي أمنع التداعيات السلبية لنقص الكالسيوم مثل هشاشة على سبيل المثال فأنا بروح باتجاه البسفوسفونيت اللي أكيد بيثبت نشاط الكالسيرات وبالتالي أنا بمنع هذا الإنسان من يصير في عنده عرضة للكسر لا سمح الله ممكن نروح لدونوزوماب اللي هي الإبريل ممكن ناخذها كل سدة أشهر كمان أيضا بتطبط البروتينات اللي منشأنا تنشية الكاسيرات فالخيارات تكون حقيقة تبعا للحالة الموجودة أمامي لكن اليوم دكتور في كثير أشخاص عم تأخذ فيتامين دال بشكل فردي يعني أنه ضروري لازم كل شخص يأخذه لكن شو المعايير اليوم لأخذ الفيتامين دال بدون تحاليل أو بدون تحاليل أو في أشخاص بيقولوا لك حبتين بالأسبوع بتكفي هلا نحن إذا حبينا ناخد جرعات وقائية فقط فأنا ممكن أخذ أسبوعيا 5000 وحدة دولية بزاعة الأشخاص اللي يعرفوا حالهم أنه هنين ما بيتعرضوا لشائعة الشمس بدرجة كافية أو ما بيتناول مصادر دي بكميات كافية ولكن خلينا نتذكر دوما مثل ما تفضلت حضرتك أنا الزايد أخو نايس أنا وقالي بتناول الفيتامين دي بشكل كبير للغاية فأنا بعزز امتصاص الكالسيوم بشكل كتير كبير في واحد من الأمراض نسميه نحن الهنغري بونز الهنغري بونز أو العظام الجائعة بيكون فيها ترسيب أملاح الكالسيوم بشكل كبير جدا ولكن على حساب السمحاق يعني على حساب المسيج اللي هو أساسا يولد الكريات الحمراء ومكونات الدم الأخرى فأيضا هذا شيء خطر للأمانة ذكرنا قبل شوي الحصيات الكولوية ذكرنا قبل شوي الحصيات الكالسيوم والكوليسترول تراكم على بطانة الشريان وما ينتج عنها من تداعيات خطرة فإذا الفيتامين دي كمان يجب أن يأخذ بعد جراء التحاليل المناسبة اللي تتحرع عن مستوياته دكتور اليوم لحتى نحن ناخد الجرعة بشكل صحيح اليوم في بعض المحاذير يمكن في أنواع ما بتتاخذ مع بعضها وخاصة الكالسيوم كيف نحن قادرين ناخده نستفاد منه بشكل كتير صح وهل مفروض يكون الحديد منعرف أنه قود دا لازم تكون عم تاكل وجبة ديس مايكر ما لنحل بألم الجسم ويأخذ هاي الفائد الكالسيوم شو هي الطريقة الصح لأخذه إذا عم نحكي عن المتميمات الغذائية أولى الموارد الطبيعية نحن شغالين إذا وجدت ما في مشكلات تمام تمام هلا بأكثر من دراسة أجريت أتبين حقيقة أنه المصادر الحاوية على الكالسيوم ما في حاجة لأدراج مادة حمضية معها يعني بمعنى أنا عم بتناول وجبة طعامية حاوية على الكالسيوم بالذات الوجبات البروتينية يلي أساسا تستثير جدار المعدة لإفراس حمضك لور الماء فأنا ما في عندي مشكلة أو لست بحاجة إلى أدراج فيتامين سي أو المادة حامضية لتعزيز تفكيك الكالسيوم من المصدر اللي هو موجود فيه تمام لما بيكون من المكملات عم بيحكي عن الكالسيوم موجود في المكملات فيفطل إدراج مادة حامضية تمام لتعزيز امتصاص الكالسيوم يعني مثلا مثل عصير البرتقال على سبيل المثال فعصير البرتقال مع مكمل الكالسيوم هو أمار هام للغاية وجود عصير البرتقال المدعم بفيتامين دي أيضا كمان هام للغاية مثل ما ذكرنا فأنا يعني عم عزز امتصاص الكالسيوم على أكثر من صعيد تمام دكتور هلأ بالنسبة لعوامل الوقاية هل هي بالنسبة للأطفال نفس المبدأ عند الكبار لأنه في كتير أطفال ما بيقدروا الأهل يسيطروا عليهم من ناحية الغزاء اليوم مثل ما ذكرت حضرتك الحليب وهدول القصص اليوم كيف فينا نعوض لهم أو نحميهم من قصص نقص الكالسيوم هلأ يعني تعويض نقص الكالسيوم لا يمكن أن نسمي إلا بالمصادر الطعامية ولكن هذا الطفل مثل ما اتفقنا عنده مخزون بالنسيج العظمي أو حتى بالنسيج السني للأسف على المدى البعيد بكل مرة أنا عم بتناول في مصادر أقل من الكالسيوم فأنا عم بضطر للوظائف الحيوية المختلفة اللي عم تجري يوميا بجسمي مضطر أني أنا أخذ الكالسيوم اللي موجود عندي بالنسيج العظمي فبكل أسف هذا الطفل إذا لم يتم التعويض بشكل يومي بالمصادر الطعامية سيدفع ثمن حتما في مرحلة الشباب والمراحل المتأخرة من العمر كلنا عم ندفع ثمن يوم دكتور هذا الناز خليني سألتك عن قطة كثير مهمة نحن بنعرف أنه فيتامين نقص الحديد بالجسم بأثر على الحالة النفسية للأشخاص هل يوم الكالسيوم أيضا ممكن يشابه بهذا العرض أو لا؟ الكالسيوم مثل ما ذكرنا يعني أهم جدا بشيء يسمونه النقل العصبي وبالتالي هو ممكن يأثر على الحالة المزاجية أنصح التعبير ممكن يأثر على وظائف العضلات بالدرجة الأساسية كيف يشعر الشخص بخمول بمزاج غير صحيح؟ كون نعم نقول نحن أثر على العضلات الملسأة والمخططة بآن معا فدون أن تشك يعني أكيد سيأثر على فكيف يجتمع نقص الحديد مع نقص الكالسيوم؟ نقص الحديد مثل ما بنعرف سيؤدي إلى نقص مستويات الهيموغلوبين وبالتالي نقص الأكسوجين الذاهب إلى الأنسجية المختلفة تمام؟ فأنا عمليا وقت ما بيكون في عندي أكسوجين كافي بيكون في عندي سكر كافي فمن الطبيعي جداً هالعضلات التي تعتمد على الـ ATP يعني بآلية عملها فمن الطبيعي أن تأثر وظيفة حتما أكيد دكتور نحن نخلص وقتنا بالسؤال البقاء البيضاء التي تظهر على الأضافر هل هي سبب نقص الكالسيوم؟ لا ما العلاقة بنقص الكالسيوم أبدا ما العلاقة بنقص الكالسيوم شكراً حكيم لحضورك اليوم ولكن للمعلومات التي ذكرت ودائماً نحن نقول الوقاية والكشف المبكر وإجراء التحاليل اللازمة هي عم تكون سليمة للشخص وأكد توفر عليه رحلة علاجة طويلة شكراً حكيم أهلاً سهلاً شكراً لك دكتور وعلى المعلومات التي قدمتنا إياه نحن أكيد مكملين بباقي مساحات نقص صباحي لليوم ومثل العادة للنهار سابت أكيد نحب نتعرف على أحوال طقصنا كيف ستكون تماماً يا رشالة نتعرف على أحوال الطقص معناق اتصال هاتفي مع المتنبئ الجوي حسان الجردي صباحك أستاذ حسان صباح الخير صباح الخير أحوال الطقص لليوم والأيام القادمة شكراً معنا بالنسبة لأحوال الطقص خلال 24 ساعة القادمة طويلة الطقص المطرية مستمرة بالساحة السورية بالشمال الغريبي بأغلب المناطق على امتداد الجغرافيا السورية كان فيه طولات منسكة ربعات على سبيل المثال للحصر بمحافظة طرطوس تقريباً 3 مليمتر ببانياس 4 مليمتر بالشمال بحلب 8 بإذنب 2 الرقبة 6 والأبيض 3 تقريباً 2 مليمتر الخطولات مستمرة وكانت بأغلب المناطق نذكرنا بعض الكميات على سبيل المثال الاستانعى على البلاد تحت تأثير امتداد منخفض جوي سطحي عم يترافق بتيارات جنوبية غربية بطبقات الجو البديل بشكل عام الأجواء عم تكون غائمة جزئياً إلى غائمة ماطرة فوق أغلب المناطق والهطولات عم تكون غزيرة ومصحوبة بالعواصف الرادية وحبات البرد خاصة بالمنطقة الساحلية درجات الحرارة تميل الانقفاض مع بقائها أعلى من معدلاتها بقليل لمثل هذه الفترة من السنة والرياح بشكل عام عم تكون جنوبية غربية بأغلب المناطق بينما تكون شرقية إلى جنوبية شرقية بالجزيرة والمنطقة الشرقية بين الخفيفة والماتدلة مع حبات تتجاوز ببعض الأحيان الـ 50 كم بالساعة خاصة بالمنطقة الساحلية والبحر متوسط إلى خفيف ترتفاع المنطقة هلأ بشكل عام بتتمر عن ناحب خرص الهطول المطري وحالة عدم الاستقرار بدل المرابقة معنا تقريبا تلت فيد الأسبوع بس نهار بكرة تبعض فرصة الهطول وتكون تحديدا بالساحل السوري على شكل هطولات محلية خفيفة من المطر والأجواء بشكل عام بتكون أجواء غائمة جسئيا بأغلب المناطق وفرصة الهطول راح تكون نهار للأحق والإسنين بالساحل السوري تحديدا درجات الحرارة بتكون أعلى من المعدل بقليل خلال ساعات الليل الأجواء الباردة بتحديدا في موقف بأغلب المناطق يحجر من تشكل الضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر ببعض المناطق الداخلية على انهار الهطول والأربعاء بترجع بتستمر معنا فرص الغطول المطري والأجواء الهطول الهطول إلى غائمة معطيرات وفرصة حتى نهاية الهطول ولكن بكث الحالي ينهار الأحد والأسنين بتجدها ديومي الثلاثة أو السبعاء بهطولات تكون غزيرة ومصطوبة بالعواصف الرادية بالساحل السوري والخفاض بدرجات الحرارة لترجع الحرارة تكون قريبة من المعدلات لما في هذه الفترة من السنة بلاحظين احنا بهذه الحالة بعدم الاستقرار انه حظ فيه هطولات مطرية وفي حالة بعدم الاستقرار ولكن الأجواء عم تكون أجواء دافئة ومقبولة نوعا ما خلال شعات الأجواء الباردة وعرض تحذير متشكل الضباط ببعض المناطق الداخلية نستقر الأجواء بشكل فائلي حتى نهاية هذه الأسبوع يوم الخامس القادم تتحول الأجواء إلى أجواء غائمة جزئيا وحرارة بسكون أعلى من المعدلات بالقليل وأجواء باردة بالليل واحتمال بشكل الضباط دائما من هذه الأوضاع متحذر متشكل تحديدا بشكل الغربي بالمناطق المنخفضة بالوديان نتيجة غزارة الحطل المطري ومن انخفاض مستوى الرؤية الحقوقية بسبب تشكل الضباط في بعض المناطق الداخلية بدرجات الحرارة المتوقعة بدءا من العاصمة دمشق لليوم 16-8 وقلمون 10-3 درعا 16-7 القنيط 12-8 السويداء 11-8 منطقة الوسطى حمس وحماء 15-8 حسكة منطقة الجزيرة 16-7 ساحل السوري اللادية وطرطوس 20-15 بتمال حلب وإدلب 15-8 بيدير الزور الرقل بوكمال 17-8 بالبادية السورية مدينة 14-6 بدنا نتشكرك أستاذ حسان على المعلومات اللي قدمتنا ياهو بقية الحار حلو لإلك شكرا لإلك أستاذ حسان والله يبعط الخير دائما لسوريا ولكل المناطق أما هلأ رح نروح لفقرة جدا مهمة ونحكي اليوم عن تساقط الشعر والصبايا من زمان كنا نشوف الصبايا يهتموا كثير بهذا الموضوع ولكن اليوم نشوف أيضا الشباب اليوم صار إلون طريقا بهذا المجال أحيانا الحلول اللي كان بنقص الفيتامينات التعويضات الإجراءات الدوائية ما عم تجيب نتيجة مهمة ولكن اليوم العلم والتقنيات اطورت ورحنا لزراعة الشعر اللي حققت نجاح 100% تماما يا رشا كثير أشخاص بعد فشل العلاج الدوائي بيروحوا لعمليات زرع الشعر وصارت شائعة كثير لكن منهم الأشخاص اللي بتنجح معهم هذه القصص أو منهم الأشخاص اللي لازم يلجأوا لزراعة الشعر وكيف تتم هذه العملية أمور كثير وتفاصيل رح نحكي عنا معظيفنا اللي صار معنا بالستوديو الدكتور عبد العزيز بلوي مدير مجموعة إيلة هيري يسعد صباحك يسعد صباحك أهلا وسهلا حكيم نور صباحنا اليوم أكيد نحن اليوم فخورين بشركتكن شركة سورية كان إلى بصمة كتير مهمة وأخذت هلأ بصمة أفضل اليوم حضرتك خلينا نقول مدير مجموعة إيلة العالمية وأحد أهم مطوري قطاع زراعة الشعر في العالم شكرا بداية نحكي عن الشركة نعرف فيها ونحكي عن الخدمات اللي حضرتكن بتقدموها أول شي بتشكركم على استضافة أنا فخور بتواجدي ببلدي وعلى الإعلام المحلي والإعلام الرسمي شركة إيلتير هي شركة عالمية انطلقت تقريبا من 12 سنة إلى فروع مختلفة حول العالم بأوروبا وبالشرق الأوسط تقريبا 8 فروع حول العالم مختلفة بتقدم خدمات مختصة بموضوع زراعة الشعر والعناية بالشعر مثل العلاجات المقدمة البي أر بي البلازما البيكمنتيشن إلى آخر هي إضافة إلى الموضوع الرئيسي الذي هو زراعة الشعر كانت انطلاقتنا بسوريا تقريبا من أربع سنوات تقريبا وهلأ يعني عم نطور الموضوع أكتر وأكتر إن شاء الله اليوم نحنا ما في خوف عليكم طالما اليوم نحنا فرع بسوريا وله أفرع أخرى معناتا اليوم نحنا محققين بصمة ونجاحة كتير تمام دكتور خلينا نحكي اليوم عن مراحل زراعة الشعر وكيف يتم التحضير هي العملية بشكل عام عملية بسيطة صراحة من المنظور العام هي اقتطاف البصيلات من المنطقة المانحة مثل ما بنعرف أغلب الزكور اللي عندهم صلع بيكون في صلع كله ولكن هي المنطقة هون نشوف إنه ما بيصير فيها صلع البصيلات بهذه المنطقة ما نسمي المنطقة المانحة غير قابلة للتساقط وما بصير فيها صلع فهي العملية بالمنظور العام اقتطاف البصيلات أو نقل البصيلات واحدة واحدة من المنطقة المانحة إلى المنطقة المستهدفة اللي بدنا نزرع فيها البصيلات بشكل عام هي بسيطة ولكن لا تخلو العملية من المحاذير خلينا هيك ننتقل لغرفة الزراعة الشعر خلينا هيك نتخيل أكتر الواقع كيف عم بيكون حضرتك قلت اليوم نحنا عم نعتمد على المنطقة هي غير قابلة للتساقط اليوم عم نقول واحد يا واحدة خلينا نحكي عن الواقع قديش بياخد مدة الزراعة يمكن أكيد حسب الحالي بدكت الي أكيد واليوم ما بيكون في ألم في تخدير خلينا نحكي أكتر عن هذا الإجراء هلأ العملية تحت التخدير الموضعي خلال مرحلة التخدير الموضعي نحنا بنستخدم تقنيت الكمفورتين اللي هي حقن المادة المخدرة بفروة الرأس عن طريق الضغط الهوائي بدون استخدام الأبر فهي عمليا بعد التخدير الموضعي العملية ما بقى المريض يشعر بأي ألم فيها خلال مرحلة التخدير قديما كان في ألم ولكن بتقنية الكمفورت كانوا ينزعوا نزع الشعر صح؟ هلأ بعد التخدير منبلش باقتطاف البصيلات واحدة واحدة أول شي أن مرحلة الاقتطاف تقريبا متاخد ساعتين بعدين مرحلة الزراعة بتاخد تقريبا أربع ساعات فمناخد البصيلات واحدة واحدة منحفظ فيهم بسائل خاص بحافظ على حيويتهم بعدين مناخدهم وحدة واحدة ومنزرعهم بالمنطقة المستهدفة أو منطقة الصلاة هي العملية بيشكل تام بدون ألم بعد مرحلة التخدير الموضعي مثل حضرتك تروح على المشاهد اللي ما بيعرف زراعة الشعر تروح عن طبيب أسنان أغلب الناس موضوع زراعة الشعر بعد التخدير الموضعي اللي منعمله لفروة الرأس المريض عمليا ما بيشعر بشي أبدا متوسط نعشاشة طريقة العمل حضرتك عم تحكي فهو المتوسط تقريبا 6 إلى 7 ساعات حسب عدد البصيلات تمام دكتور هل في اليوم محاذير ما قبل الإجراء أو بعدها الإجراء ممكن أنه تعطوها للمريض اليوم لحتى يتبعه هلا بالنسبة للمحاذير العمل الطبي صراحة مختلف عن باقي القطاعات يعني بأغلب القطاعات خلينا نقول أو المنتجات ممكن تعطي أنت منتج على مستويات مختلفة يعني إذا حضرتك رحتي مسامتك تاخدي أي منتج الكتروني ممكن تاخديه بفيه تلاقي نفسه بجودة مختلفة بتناسب جميع الفئات الاجتماعية أو الاقتصادية ولكن بالعمل الطبي هذا الشيء غير واجد بالعمل الطبي دائما نحن لازم ندقق على جميع التفاصيل مهما كانت صغيرة لأن هي بسبب النجاح فدائما لازم نعطي بأعلى مستوى معين وهذا أكتر شيء نحن من نعيشه بموضوع زراعة الشعر فيه كتير أشخاص بيروحوا عند مراكز بتقدم بأسعار منخفضة ولكن بنفس الوقت هذا على حساب الجودة والكواليتي فبيصير عندنا نتائج سيئة دائما نحن بجميع فروعنا بيراجعنا كتير أشخاص مرضى عاملين عمليات بمراكز مع الأسف عمليات سيئة منحاول نصلح كتير من هاي الحالات وفيه حالات مع الأسف منوصل الضرر فيها لدرجة أنه مستحيل نقدر نصلح فيها فنحن دائما مننبه المريض ومنحذره أنه هاي العملية هي عملية تجميلية وليست عملية إسعافية هاي العملية هي أمانة فأنت لازم تروح المركز اللي هو أد هاي الأمانة واللي بيقدر يعطيك هاي النتيجة دكتور ربي الفترة الأخيرة لاحظنا دخول إلى تهير فرع سوريا وانفرض اسم سوريا بين الدول اللي كمان رائدة بزراعة الشعر اليوم هاد البصمة وهذا الاسم أكيد كان فيه تأسيس لإلو كان فيه تعب من حضرتكم لتقدروا تأسسوا وقفروا خارج سوريا واليوم حضرتكم بي سوريا خلني حكي اليوم عن تعبكم عن تحضيركم لتقدروا اليوم تمثلوا حالكم بالشكل الجيد هلأ بالنسبة لأنها كانت أول شي حتى نقدر نحن نقل الخبرة هون لسوريا بنفس المستوى ونفس الجودة لازم كان نأهل الكوادر اللي هي ذاتا جوهرة إليت هير هي الكوادر الطبية المتمرسة والمتمكنة فيها فكان فيه كوادر من سوريا تدربت خارج سوريا لمدة خمس سنوات ومعهم نحن قدرنا ننقل هاي الخبرة لسوريا بنفس المستوى تماما هلأ نحن اليوم بدمشق عم نعطي نفس الجودة ونفس المستوى اللي عم نعطيه بأوروبا وبكل الدول ما فيه أي فارق لأن الكوادر اللي تدربت خارج سوريا لتنقل هاي الخبرة لسوريا بفترة لا تقل عن الخمس سنوات هي مرحلة التعب هاي الأساسية اللي كانت صراحة صحيح تأسيس هاي مرحلة تأسيسية بعد وقت اللي انطلقنا لهون كان عنا نحن هدف بسوريا صراحة هو نقل الخبرة اللي هو نقل خبرات أو نقل فكرة السياحة العلاجية أو السياحة الطبية لسوريا لأنه مثل ما بتعرفوا حضرتكم هي بترفض الاقتصاد الوطني صحيح بالقطع الأجنبي بترفض بتوفر فرص عمل كتير كبيرة بتحرك القطاع السياحي بنفس الوقت فهو الخطة الكبرى نحن بالنسبة لأنه أو الهدف الأكبر هو تنشيط وتفعيل قطاع السياحة العلاجية بسوريا مع أنه كان فيه كتير قبل أليت هير تجارب بموضوع زراعة الشعر ولكن مع الأسف هذه التجارب كانت أما فاشلة أو خجولة لأن النتائج كانت غير جيدة يعني كانوا بحاولوا يستقطوا مرضى ولكن بما أنه النتائج غير جيدة فما كان يجي المريض من خارج سوريا حتى لسوريا ليقوم بهذا الإجراء ولكن اليوم نحن عم نعطي نتائج بالضاهي أو حتى أفضل من الدول الأوروبية أو دول الجوار فاليوم صار المريض بالأخص العربي من دول الخريج العربي من كل الدول اللي عم تيجي اليوم لسوريا كلهم عم يفضلوا سوريا اليوم بموضوع زراعة الشعر عن الدول المجابلة تماما دكتور يعني اليوم الطبيب السوري عم يتميز بكل المجالات الطبية وهذا الشيء أكيد له عامل جزبهم وخصوصا مجال الجراحات التجميلية يعني اليوم قدش في أشخاص عم يتوافدوا من برى البلد لإجراء هذه الجراحات دكتور خلينا نحكي اليوم عن الأشخاص هل في أشخاص ما بتقدروا أنه تعملون زراعة الشعر لأعراض صحية أو مشاكل صحية عندهم أو ما إلا علاقة هذا الموضوع أكيد العلاقة هي أغلب الحالات اللي نقوم أول شي بدراسة الحالة ندرس السجل الطبي للمريض الحالات النادرة اللي نحن ما بنقدر نعمل مثلا إذا المريض عنده سرطان لا قدر الله نحن بيأخذ كيموتيرابي أو راديوتيرابي أو في عنده أمراض جلدية بمستعصية بمنطقة الزراعة هاي الحالات النادرة اللي ما بنقدر نزرعها هاي من حيث السجل الطبي للمريض ولكن من حيث خلينا نحكي من ناحية العملية للموضوع زراعة الشعر طول ما المريض عنده منطقة مانحة قوية وعنده درجة صلعة مسبتة فنحن بنقدر نعمل له العملية طيب دكتور اليوم عندكن مساء فعالية للشركي خلينا هيك نحكي أكتر يوم عن طريق صباحنا لليوم نعمل دعوة هيك للناص لهي الفعالي نحكي أكتر شو حابين اليوم تحكوا بهي الفعالي شو حابين تعرضوا هي الفعالية نحن عندنا فعالية سنوية لألي تير وبنفس الوقت نحن بعد جهد طويل وعناق طويل قدرنا ناخد شهادة الأيزو بفرنا بسوريا على فكرة نحن بأول أول فرع من فرعنا حول العالم نقدر ناخد فيه شهادة الأيزو هو فرع دمشق هذا فخر لأنه أكيد أنه قدرنا عم جد أثبتنا لنفسنا بالدرجة الأولى ولكل المنافسين لأنه بهذا القطاع أنه نحن اليوم بسرعة نقدم جودة أفضل من الدول الأوروبية والدول المجاورة أخذنا شهادة الأيزو بجدارة شهادة حقيقية ظلينا تقريبا سنة بمتابعة مستمرة مع شركة الأيزو هنالك دائما لدينا بالكلينك بشكل دوري يرقبوا الجودة يعطون خطط تطويرية إلى آخره فكان هذا بالنسبة لأنه نجاح تير كبير بالنسبة للشركة على مستوى العالم وبالنسبة لفرعنا في دمشق فاليوم هي الاحتفالية باستلام شهادة الأيزو هذا العنوان الرئيسي إضافة إلى ذلك في مجتمع أليت هير ومحبين أليت هير في سوريا نحن دائما نحاول ندعيهم بشكل سنوي لفعالية فاستغلينا أنه شهادة الشهادة بنفس الوقت أنه الاجتماع مع محبين ومجتمع أليت هير ننوارك لكم أكيد نحن عبدورنا ونتمنى لكم ناكيد مزيد من النجاح ويوم نحن مثل ما بلشنا ونخدمك أنتو كسوريين نحن فخورين بكل عمل وبكل إنجاز ضمن الظروف في اللي نحن عميشة حاليا ذكرت حضرتك أنه اليوم الطبيب السوري عم يفرض اسمه بسوء الأعمال التجميلية بالتجميل بشكل عام ولكن اليوم في شغل كتير مهمين نحن من رفقاتنا بنعرف من المحيط اللي موجود حوالينا الناس اللي بره وقت اللي بدأت تعمل زراعة أو تعمل تجميل عم تيجي على سوريا والناس اللي بدأت تسافر عم تعمل هاي الإجراءات التجميلية قبل ما تسافر اليوم إذا بدنا نحكي عن الأسعار مو كأرقام اليوم اليوم سوريا رغم كل هذا التميز ولكن سعرها لسه محافظ يعني عم يكون مناسب خلينا نحكي عن هاي النقطة انجذاب الناس لهذه الفكرة بين الخبرة والسعر هلأ بالنسبة لهذا الموضوع بسوريا طبعا أكيد الأسعار بالنسبة لدول الجوار وبالنسبة للبلدان العربية بشكل عام منافسة جدا جدا على مستوى زراعة الشعر على مستوى الطب التجميلي الأسنان إلى آخره هذا الشي عم بيخلق بيئة جيدة جدا لاستقطاب المرضى من خارج سوريا طبعا الظروف عنا بالبلد الأيدي العاملة هي الأجور الأيدي العاملة مناسبة أكتر من دول الجوار هذا عم بيخلق عنا فرصة أنه يكون السعر مناسب أكتر وهذا عم بيخلق منافسة وتشجيع لقدوم المرضى من خارج سوريا كتير مهم اليوم نفرق بهذه النقطة يعني في ناس صحيحة هم بتقول لك السعر غير بجوز المواد المستخدمة عم تكون ولكن احنا اليوم عم نضوي على موضوع اليد العاملة بسوريا صحيح اليد العاملة الأجور الكلينيك بالنسبة مثلا أي كلينيك في عنده تي عنده مصاريف أخرى يعني ما هو بس المواد المستخدمة نحنا بالنسبة لأن المواد المستخدمة الأدوات المستخدمة بفرعة دمشقية نفسها المستخدمة بالأفرع بالتمن دول الثانية اللي موجودة بضل هون أجور الأيدي العاملة مناسبة أكتر فسعرنا بسوريا أنسب بشكل عام أنسب من الفروع التانية مثلا نحنا كاليتهير وهذا نفس الموضوع بالنسبة لكل الأطباء أو بالنسبة لجميع المشافر والمراكز تمام دكتور في أشخاص كمان بيعانوا بالإضافة للمشكلة ضعف الشعر كمان بالحواجب أحيانا في أشخاص بتروح يمكن لمراحل تعتو أو في طرق زرع الحواجب تحكي لنا شوي عن هذه الآلية زراعة الحواجب هو أكتر شي عند المريضات نحن نعمل زراعة الحواجب بالصبايا يمكن حبه أكتر يعني زراعة الحواجب خلينا نحكي 90% للصبايا و 10% للذكور زراعة الشعر يعني بين الذكور والإناس بشكل متساوى لكن زراعة الحواجب هي كمان مثل زراعة الشعر موضوع بسيط نأخذ البصيلات من المنطقة الرقبة من الخلف نأخذ بصيلات ناعمة جداً لتتناسب مع الحواجب ونزرع وحدة وحدة بالحواجب وتطلع النتائج طبيعية جداً ما بتختلف عن الحواجب العادية الطبيعية طيب دكتور مثل ما تعودنا اليوم بهذا النجاح وبالأمسي اليوم اللي عم تعملوها اليوم نحن نعطرين مشاريع جديدة هل في شي تحضيرات جديدة؟ في مشروع انطلقنا فيه من السنة الماضية كان هو مجرد مشروع السنة الماضية اسمه Yes Smile هو الفكرة أنه يكون في عنا مركز أسنان بسوريا بمواصفات عالمية نفس المواصفات اللي نألنا فيها موضوع زراعة الشعر وخلقنا فكرة جديدة أو صححنا الفكرة الخاطئة اللي كانت عن زراعة الشعر اليوم نحن عم نمشي بنفس المجال بموضوع الأسنان بمشروع Yes Smile تماماً دكتور تخبرنا عن عنوان المركز بالشام للأشخاص اللي عم يتابعونا واللي بيحبوا يزوروا المركز المركز بأبورماني مقابل السفارة الإماراتية تحت الهلال الأحمر مباشرة عنوان بسيط جداً أكيد ما بضيع واليوم مثل ما أن هذا الإجراء تجميلي جراحي فشكراً لكل جهودكم كلمة أخيرة من حضرتك اليوم شو حابب هيك اليوم عبر الإخبارية السورية وصباحنا غير تحكي بحب أتشكركم على تعودكم الجميلة وأنا فخور جداً بتواجدي ببلدي دائماً أي طبيب سوري قد ما كان نجاحه برا كبير إذا ما كان هذا النجاح ببلده فبيضل هذا النجاح معقوص فإن شاء الله نحن نقدر نسطر هذا النجاح ببلدنا أكتر وأكتر حتى نقدر نضيف شيء لبلدنا بالأخص بهذه الظروف أكيد بدنا نتشكر حضورك معنا وشكر لجهودكم ولكل الأطباء المتمنين شكراً لأيكم شكراً لأيكم دكتور عبد العزيز بلوي مدرجة مجموعة إليتير العالمية وتحية من خلالك لكل كادر العمل والأطباء الموجودين بالشركة شكراً لحضركم أتمنى لكم كل التوفيق والخير شكراً لك دكتور أما هلأ رشاء رح نروح لناخذ تاني تقاريرنا لليوم بالرغم من صغر سنه استطاع الطفل آدم قارعوني ابن الخمس سنوات من تحقيق لقب بطل العالم على المستوى الأول وهذا الشي بعد تغلبه على قرابة 400 طفل مشارك من عدد من الدول العربية والأجنبية واستحق بجدارة لقب طفل المعجزة وطبعاً هذا اللقب بمسابقة الحساب الذهني تفاصيل أكثر رح نتعضى على سوى بهذا التقريد برغم من صغر سنه استطاع الطفل آدم قارعوني ابن الخمس سنوات من تحقيق لقب بطل العالم في المسابقة العالمية للحساب الذهني عن المستوى الأول وذلك بعد تغلبه على قرابة 400 طفل مشارك من عدد من الدول العربية والأجنبية فاستحقوا بجدارة لقب الطفل المعجزة بداية كانت الأمور واضحة من البداية أنه عنده هاي الموهي تبع الحساب برياضيات كان شاضر جداً بالروضة ممكن أي جمع أرقام طرح أرقام على عمره الصغير كان جاوب بسرعة شارك بالتصفيات هون محافظة السويدة وبيأخذوا البطل للمسابقة العالمية فاتأهل عن المسابقة العالمية بأنها كانت يوم 9-9 الوطولة المحافظة الآن من وقت 9-9 للـ 2012 كان تدريب متواصل يعني كان يقعد يحل كل يوم 250 إلى 300 سؤال كل يوم كل يوم بجلسة وحدة وقل العالمية بيوم 2012 حل 119 سؤال من أصل 120 أنا عليه سؤال واحد فقط وخلال أقل من ربع ساعة هو الوقت المطلوب للمسابقة 18 دقيقة كان مشارك 13 دولي من مختلف أنها العالم عربية وأجنبية اهتمام الأهل وتشجيعهم ومتابعتهم وتحفيزهم كان لهم الدور الأكبر في هذا التفوق بالإضافة إلى تحويل اهتمام طفلهم للاستفادة من البرامج الإلكترونية والابتعاد عن ما هو سيء الدور الكبير فينا نقول أنه كنت قادرة أني اكسبوا أنه يقعد على الجهاز أو على اللابتوب فترة زمنية طويلة بعمره فترة التركيز يمكن لا تتجاوز الخمس إلى سبع دقائق لكن بالتدريب المتواصل صرنا نوصل لأنه نحل 350 سؤال بجلسة واحدة بدون ما يفقد تركيز التلفزيون ولا الوسائل التواصل الاجتماعي ولا حتى تطبيقات الموبايل سراحة فينا نخدمها لصالحنا يعني مو غلط أنه نحن نشجع الطفل يستخدم وسائل الكترونية كلها بس بما يخدم تفوق ونجاح كنت مبسوط كثير وخاصة لما كانت تدرب 300 سؤال متواصلين بدون استراحة تدرب كثير لحتى وصلت على المستوى وطلعت البطل بمسابقة العالمية ليست الحالة الأولى ولن تكون الأخيرة فسوريا وعبر التاريخ أهدت العالم الكثير من المبدعين والمتفوقين بكافة المجالات والاختصاصات والذين أثبتوا تفوقهم على مستوى العالم شام حمدان الإخبارية السورية السويدة مكابلين معكم مشاهدين بمشوارنا الصباحي وصلنا لآخر فقراتنا على اليوم وهي الفقرة التربوية النفسية اللي بتهم كتير من الأمهات اللي بيعانوا من مشاكل مع أطفالهم كتير من الأمهات بيشتكوا أنه ابني صاير عدواني أو عم يتصرف بطريقة غريبة ما عم بقدر سيطر عليه عم تكتر الشكاوي عليه من المدرسة وأيضا من رفعاته أو أقرباءه اليوم رح نحكي أكثر عن هذا السلوك يا رشا شو رأيك فيه أكيد اليوم هو شائع خلينا نقوله عم نشوفه بكثرة عند الأطفال بهذا الوقت يمكن أيضا يعني خلينا نقول اليوم ضيفتنا عم تقول أنه أيضا الوراثة بتلعب دور كتير كبير ما بننسى أكيد عدم متابعة الأهل لهذا الطفل لهذا التصرف العدواني اليوم نحنا كيف قادرين نقوم هذا السلوك شو هي الأسباب اللي بتأدي لإلوها هل نحنا اليوم عم جد قادرين نخلق طفل سوي بدون عدوانية ما بنعرف فعلومات كتير مهم يحد خبرنا عن نظيفتنا لليوم وهي الأخصائية التربوية ريمة جحشا سعاد صباحك يا ريمة سعاد صباحك دكتورة خلينا نحكي اليوم عن أهم المشاكل السلوكية اللي بيعانوا مننا الأطفال وخصوصا مشكلة العدوانية نحنا بدنا نسلط الضوء شو يعني السلوك شو يعني السلوك اللي بتصرفه في الطفل يا هل ترى هو السلوك إيجابي ولا سلوك سلبي وممكن نحنا نشوف السلوك عند الأهل هني بيشوفوه إيجابي ولا سلبي حضرتك بتشوفي السلوك إيجابي أنا بشوفه سلبي فكيف تتعامل مع الطفل في أطفال طبعا عندهم القدرات إبداعية مختلفة تختلف من طرف لآخر طريقة التعامل في المنزل طريقة تعامل بالبيئة الخارجية ومتل ما حكيتي حضرتك بداية المورسات نحنا بنحكي دائما أنه هي كفة ميزان عندنا البيئة وعندنا الجينات التربية هي اللي بتلعب الدور بحيث أنه تعزز البيئة وترفع كفة الميزان للأعلى نحنا إذا ما شتغلنا على الطفل وما شتغلنا على المورسات الشيء الموجود عنده عم نخلي كفة المورسات هي اللي تغلو المورسات يعني الجينات اللي أخذها وراسي عن الأب عن الأم عن الجد عن الست أخذ منهم تفاصيل معينة بالنسبة لإلنا نحنا إذا ما نحكي بالنسبة للسلوك سلوك الطفل في عنا سلوك عدواني وفي عنا سلوك إيجابي يعني أنت حسب ما بتشوفي حضرتك طب اليوم أتلع من قول العدواني خلينا نركز على هاي الكلمة اليوم الطفل العدواني شو بيتصرف اليوم عم تقصدي العدائية مع أصدقائه نوبات الغضب التعصيب العناد أو لا اليوم في شي بيميز العدواني عند الطفل إحنا قبل ما نحكي ونعرف شو هو نعرف شو هو العدواني وشو سبب العدواني لحتى نعرف الطفل شو التصرفات اللي عم يتصرفها العدوانية هي سلوك خاطئ بيتصرف الطفل عدوان ممكن يكون لفزة ممكن عن طريق الضرب ممكن عن طرق الصراخ أما السلوكيات اللي بيتصرف الطفل هاي اللي بدنا نميزها من نشتغل عليها ذكرتي حضرتك أنه بالجينات أو المورثات ممكن يكونوا الطفل العدواني لكن اليوم في أطفال بيكونوا هادين وفجأة بتصير تصرفاتهم غريبة هون اليوم شو بتكون هي الأسباب؟ في عنا أكتر من سبب بالمنزل بداية هو الأسباب الأولى الضرب الصراخ طريقة تعامل أب والأم ضمن البيئة الأولى نحن قبل ما ننتقل للبيئة الثانية اللي هي بيئة الروضة أو البيئة الأقران الخارجية أما في المنزل ممكن نحن يكون فيه تمييز بينه وبين أخوه نحن عنا عقدة الوسط ممكن فيه طفل بيجي بس أن نكون هو مدلل كتير أو الطفل الأول بيجي الطفل الثاني فهون بيصير التمييز هاي الغيرة في عنا الكلام البزيئ اللي بيزور عنه الطفل هو اللي بيقلك أنه أنا طفل عدواني الطفل اللي بيضرب بيقلك أنا طفل عدواني شو السبب؟ السبب بيكون البيئة الأساسية اللي هي بيئة المنزل طريقة التعامل طريقة التواصل بيناتهم طيب اليوم هيك خلينا نحكي اليوم عن كونه عم نذكر ونركز على موضوع البيئة والبيت المدرسة وكل المجتمع اللي حوالين هذا الطفل فيه معاملة خاصة لهذا الطفل مفروضة تكون لنقوم هذا السلوك طبام هلأ نحن ما نحط خطة بداية خلينا نحط خطة بخيلة بس لا نحن دراسة حالة بدنا نعرف الطفل البيئة اللي هو عايش فيه وبعدين ننتقل للاقران مين موجود معه يا هل ترى نحن نحن دائما نبركز على موضوع الدلال ونسبة الدلال نحن كلنا ندلل أطفالنا بس يا هل ترى الدلال بيكون نسبته مرتفعة أو خفضة ممكن هلأ يجينا حدا يقولنا طيب أنا ما فيني امنع شيء ابني طلبه نحن ما عم نقول ان المنع لكن ليس كله ما يطلب يطاع فالطفل لما بتعطيه كل شيء وفجأة وقفتي اولي سبب معين صار معيك عارض فهون الطفل بدي يعبئ بسلوك نحن ما مقدر نعرفها هيك ونحن ما مقدر نقول نحن نعرف انتي كيف تصرفتي معه ما وطي على شيء انتي على شو مثال نحن رحنا لمكان رحنا لمحل فأنا لازم بداية نكون متفأة لنحن ما عم نحكي بي إيجابية كتير يعني نحن مجتمعنا معروف وواضح كيف نحن عم نربي أطفالنا لكن نحن نتفأ على موضوع لما نحن نروح لمكان تلاحظي أنه الأطفال بدي هاي بدي هاي بدي هاي فهون الطفل لما بتعطيه البدوية كيف بيعبر إما بالضرب إما بالصراخ إما بيشد إما بيكسر الأشياء فرأساً الان بتقلك ابني لا يطاق سلوكه صعب ابني لا يطاق ابني ما بقدر اتعامل معه طيب شو السبب سبب انتي بالأساس ما لك حاطة خطة ما لك حاطة برنامج ما لك ما أطره سلوكه للطفل فالمطلوب نحن نقطر سلوك وكيف نحن نعطيه قواعد لازم قواعد نلتزم فيها بس ما بقدر أنا ألتزم بالقواعد إذا الطفل ما نملتزم فيها أنا بطلب منك تشيل الموبايل من إيدك كطفل وأنا كأم ماسكي أو كأب ماسكي الموبايل فهذا خطأ نحن كمان بدنا الرائب موضوع كتير كتير مهم غير إنه نحن ما نعطيه البدوية الرائب ابننا شو عم يتابع ابننا كيف عم يتربيه بس أنا المربي أنا والأب أما في حدا دخيل علينا عم يربي معنا وإحنا دائماً منحزل من الموضوع الموبايلات وصوشال ميديا عشو عم يتفرجوا الأطفال عم يتفرجوا على عادات سلوكية مختلفة عن عاداتنا عم يتفرجوا على برامج مختلفة عن بيئتنا عم يشوفوا أطفال عم بيعملوا أساليب عدوانية فالطفل بيطبعوا مقلد أنا لما بتقليلي بتجي الأملة عندي بسألة أكتر من سؤال يا هل ترى فيه ضرب بالبيت بتقليلي لا تب بالأب بصرخ بتقليلي لا تقليلي انتي كيف تتعاملي بتحكيلي مثلا فعلا فيه إيجابية جميلة جدا فيه سؤال اللي احنا ما نحطه ضمن قوس وهذا مهم جدا ممكن انتي ما تردب هيرو ابنك بتفرج على الموبايل تقليلي ايه طبع عشو عم يتفرج أطفال كارتون لا ما بدي يكون هاي السلبية أنا كأم أنا المربي أنا الأم أنا المعلم الأول فلازم رائب ابني عشو عم يتفرج حتى الألعاب اليوم عم تحمل عنف يعني يعني نحنا على دورنا كانتون موجيري مهضومة كتير هلأ النسخة الحديثة عم نشوف عم تكون فيها أساليب كتير طفل يقدر يقلدها عم تعمل عدوانية فهل ترى هذا العدواني هو سلوك مثل ما قلتي حضرتك مورسات لما مكتسب أنا بتيجي هيكي هو اكتساب لكن نحنا حكينا أنه الجينات بتأثر على هذا الموضوع حيث أنه أنا كأم كمربي ما اشتغلت شي ما عززت البيئة اللي حوالي وما علمت الطفل الأساليب التربوية السليمة وصحيحة يعني اليوم الجوالات للأسف عم ياخدوا أكتر وقت أولادنا حتى بتلاقي بأعمار صغيرة لسه ما بيفتح الولد على الجوال وهذا أكيد نحنا يعمل هذا سلوك خاطئ ودائما منركز عليه بأي محاضرة بأي اجتماع مع الأهالي بأي شي نتمنى أن يكون عندنا الوعي ذاتي نحنا نكون مربيين لاحظي ما حد فيه استواصل اجتماعي بينه بين أطفالنا ما عم نعرف شو عم يواجهون نحنا حكينا عن بيئة المنزل هلأ ممكن يجي حدا يقلنا أنه كل المنزل لما ننتقل لا في عنا البيئة الخارجية ننتقل لتعامل مع الأقران نشوف يا هل ترى فيه تنمر بدنا نشوف كيف تعامل معلم داخل البيئة الصفية كلها هي القصص نعملها دراسية نشوف الطفل لشو عم يتعرض ممكن تيجيني أنه أنا ابني عم يتصرف هي ابني عنده انطوائية ابني بينزوي ابني عنده تبور لإرادة عنده كذب عنده صراخ هاي كلها أول بداية الدلال وهي مسبباته اللي تيجي النتيجة فمن ثارة العدوانية طيب اليوم هاد الطفل يمكن بحاجة ليكون عنده ثقة بنفسه أكبر من المحيط وخاصة من العائلي اليوم نحنا ككبار الكلمة الحلوة بتدعوينا يعني بترفع معنوياتنا أدي اليوم المديح مهم بحياة الطفل ولكن بعيدا عن الدلال المديح على أنجازاته وعلى نشاطاته تماما هلا هيكي حطيتنا يعني بجواب يعني لحاله جاي بحاله شلون الطفل إذا أنا بتعت عن الدلال ومدحته بعطيه ثقة بنفسه بيكون إلو تواجد بيكون إلو شخصيته مثلا نحنا بالبيت مجرد أنه أنا أعتمد على ابني وقال له وصال جب لي ربطة الخبز مثلا أكيد بيعمر أوعا نحنا حكينا بالمراحل متقدمة أنا اعتمدت عليه اعتمدت عليه عطيته مهمات داخل المنزل هذا الخطة اللي كنا عم نحكي عنا حضرتك حكينا بالمقدمة بداية أنه نحنا منحط الخطوات اللي بنانتبع الخطة المنمشي عليها المتبعة داخل المنزل وبعدين تنتقل إلى خارج المنزل في مهمات ترتيب الغرفي المسؤوليات الموجودة بالبيت أنا باعتمد عليك أنت مسؤول عن إذا في عنا أعمر أصغر أو حتى ممكن اعتمد عليك بشيء الغراض تدريس أخوك الأصغر أو حتى طريقة اللعب معه لحتى نحنا نبتعد عن العدائي أو أنه هذا الغرض إلي ولا الغرض إليك أو نكسر الأشياء هاي مهمة جدا بعدين ننتقل للبيئة المدرسة والطريقة التعزيز الإيجابي ما يكون تعزيز سلبي ونحنا نعتمد دائما التعزيز اللفظي يعني نحنا نعطي كلمات إيجابية أنت شاطر برافو عليك أحسنت يا بطل بس بدي أكد على الموضوع نحنا يكون التعزيز الإيجابي لفظي ولما بيصير أخذ أكتر من نجمة طفل أو أكتر من سنة فيريت ننتقل التعزيز أنه يكون شيء معنوي طمع معنوي بس شيء ضمن المعقول يعني ما يكون شيء لأنه نحنا إذا عودنا الطفل دائما أنه أنت برافو أنت أحسنت أنا اليوم جبت لك بمبون تاني نهار بفوت معي على المحل بمبون أنا كوني سياني ما جبت له شيء أو ما عطيته فهون الطفل بيبلش بيصير بيقود وحتى بيصير عنده جواته غضب فكيفت يعبر عن هذا الغضب لحتى ينبهك أنه أنت ما جبت لي الشيء اللي معوضتيني عليه فهي العادي كله ما يطلب يطاع لحكينا علىها بدايتا فيريت يكون أنه دائما ضمن المعقول وما نزيد عن الحد ينهم معتادينه ومو أي شيء الطفل بيساوي أنا واجبي أني روح على المدرسة واجبي أني ادرس واجبي أني جيب علامات بين فترة وأخرى التعزيز أنه أنا سعيد جدا أن أنت عم تأنجز بس أنا كل ما راح طفل على المدرسة يعني أنا من يومين إيجا أب طفلي عندي يجيب لي لعبة ممكن تعطيها أنا وعدتها إذا أجت عن روضة بدي أعطيها لعبة هذا خاطئ لا رفضت ورجعت له اللعبة وقلت له لا لازم تعتاد أنه هذا واجب مثل ما أنا واجبي أن أروح على شغلي وإنت واجبك أن أروح على الشغلات لازم تزرع هي نكتة عم نزرع كتير شغلات داخل الطفل فيا ريت ما نطلع عن القواعد والأدبيات اللي نحن متعودين عليها مع الأطفال تماما نذكرنا اليوم كتير عن مراحل الطفولة خلينا نحكي شوي عن مراحل المراهقة في كتير بمراحل المراهقة بيتعرضوا لهي القصص أو بتصير كمان تصرفات غريبة لكن اليوم التعامل مع المراهق صعب شو هي مهارات اليوم التواصل مع المراهق الحوار نحن لازم نكون رفقات بداية بس من الحوار ما يكون زايد عن حد ولازم يكون في خطوط حمر لما أنا بكون أم وعندي بنتي طفلي مراهقة لازم أنا يكون في خطوط حمر بينه بينه لأنه الطفل ما بيعرف حاله أنه عم يتمادى بيتعامل معك على كتر الحوار بيتعامل معك أنه أنت رفيقة كيف بيحكي مع رفقته كيف بيحكي مع رفيقة فهي هون في الحدود الخطوط الحمر بيتخطاها ممكن تزيد بالمزح ممكن يحكي كلمة ما بيصد فأنا هون ما بيسكت على الكلمة اللي قالها لأ حتى لو أنا بنتي يرفقتها وكل شي في أسرار مع بعض بس إذا زادت عن حدها ياريت نحنا كأمهات نوقف أنتي ما عم تأذي يا عطفيا بس لازم تمتبه ويكون عنده حدود المراهق انتبه أنا ماما انتبه أنا بابا هذا خطأ ما بيصد تتحاور معي بهذه الطريقة لازم يكون في إليك بحدود الإحترام طبعا أنا مانع بيحكي بمثاليات لا نحنا لازم نطبق هذا الشي نحنا جيل واعي وأكيد نحنا كتربية قديمة إذا نرجع لأبهاتنا ومهاتنا فيه قواعد كان تيجي بعفورية منهم اليوم تغيرت بسبب السوشيال ميديا بسبب أنه حتى نحنا ظروف اللي نحطينا فيها أنا ما بدي لوميك ولا تلوميني نحنا ظروف اللي نحطينا فيها صعبة كتير صحيح ولا للمراهق أنا هلأ طفلي مراهق بيروح بيطلع مشوار حقه يطلع هو ورفيقه أنت بتضلي قلقة لحتى يرجع وبيرجع وبيلاحظ القلق ولا تنسي كام تلفون بدقيله هو قاعد فأنت ماما تركيني أخد حري أعطيني مساحة صحيح تبسحنا قلق عنا طبيعي هذا الخاف إجباري نحنا اليوم عم تحكي على موضوع الحوار اليوم هي أيضا عادي يعني هي من منشأ الطفل أنت عودت طفلك تماما نتبت على هذا الحوار نحن اليوم ما فينا اليوم كمان الطفل خلينا نقول أو مراهق بعمر 13-14 سنة فجأة نجيبنا نحاوره ما هو ما عنده هاي العادة أكتب لا خلينا نقول إذا كان هذا ما عنده أو حوار ولا عنده شيء اليوم ممكن يكون تعامل معه جدا صعب يعني هل اليوم العقاب ممكن يجيب نتيجة هل ممكن مع الطفل المراهق طبعا أبدا طب اليوم شو البديل كونه نحنا ما نعطينا على الحوار هلأ البديل أنه أنا حط الخطة تبعي ورمم الخطأ اللي ارتكبته بالصغر يعني أنا بتترمم بعد هالسنوات بتترمم بتترمم لما أنا بصاحب ابني في مثل بيقلنا على طول كانت ماما دائمة اللي كلما كبر ابنك خاوي فأنتي إذا بديك دائما ضلي معصبة وبديك تضلي تخانئ وكلمتي كده تتنفز ابنك بدي يعاندك هذا الطفل بنظره هذا المراهق أنه أنا الصح وأنت الخطأ لأنه تركيني جرب فأنا لما بيجي لعنده الطفل وبقله أنه أنت هي الخطوات اللي أنت لازم تتبعه بس لازم تعرف الخطأ من الصواب فأنا هوني حطيت ابني قدام خيارات طبعا لما تكون المشكلة كبيرة أنا بدي أتدخر بس لما بتكون مشكلة صغيرة بينه وبين صديق ياريتني تركه يكون واثق من نفسه ياريتني تركه يحل مشاكله لحاله بس نحنا دائما بدي تكون عندنا قواعد ما فيني يقول أني تركت ابني مراهق ووصل لعمر 18 سنة وأنا واقفة متكتفي ومتفرج علي وأنا ماني يعاطيته القواعد الأساسية لازم اتدخر لازم نحنا دائما نقول لهم بعمر خمس سنوات بعد خمس سنوات معدي مشي الحال لا بعمر المراهقة إذا اتدخلتي وصاحبتي ابنك وحطتي قواعد ومشيتي إنتويا لا يمنع أنا كأب اطلع كل مرة مرة بالأسبوع إلعب كرة قدم مع ابني اطلع مع رفقاته اطلع وشوف رفقاته هني مع بعض هذا لا يمنع لكن كتير في مراهقين منلاحظه اليوم ببعد وعن الأوم يعني بس لأنه بيخلوا لأسرار أنا ما بدي وما تطلع معي ما بدي يحكي لحتى إذا قعدت تنصحه اليوم هو بيحس أنه عم تعطيه محاضرة لأنه كثيرة التأنيب وكثيرة التنبيه فنحنا بنخفف من التنبيه لأنه المراهق بتضغطي أنت عم تحطي خفاني فوق خفاني هيك فوق بعض فأنت عم تكبسي عليه فياريت نحنا أنا شايفي الخطأ نحنا بعمر أكيد شايفينه بس هذا المراهق بدو يعرفوا لحاله وأكيد لما كنا بعمره ما كنا نرد كان دائماً عنا نظرة مختلفة وهلأ صديقتي صار نظرة مختلفة أكثر فأكثر من وراء السوشال ميديا من وراء الأشياء اللي عم يتابوأ المراهقين فنحنا لازم نبتعد عن الموضوع حتى حكيتي بالنسبة للعقاب ما حكينا فيها بالنسبة للموضوع العقاب لازم أنا أمنع أشياء مو اللي هو معتادة يعني أنا مثلاً أنا متعود أني أنت كل يوم جي بلي بمبون فأنا هتتتا أنا دق الطعمتا فأنا ما عندي مانع بقى تمنعيني عنه بالعقصر عندي شيء تاني يدور علي فنحنا نخلي شيء المحبب أكثر للطفر اللي هو مثلاً مشوار أطلع أنا وياك فيه دائماً أطفال المراهقين بيضولوا على نطلع سوى نروح لزيارة حتى البنوتات مثلاً بتحبي تاخديها لعند الكوفير تعملي له شعاراته لا مانع هدول التفاصيل أنت بتصاحبي بنتك والمراهق الشاب كمان الأب ياخده فهدول التفاصيل أنا أوكي هاي جمعة أنا ما لح أطلع معك أنا زعلاني منك أكيد اليوم معلومات جداً مهمة ذكرتها حضرتك إن شاء الله اليوم تستفيد منها كل الأمهات ونقدر نرمم هذه السلوكيات العدوانية الموجودة عند الأطفال شكراً لحضرتك شكراً لألك ولمعلومات اللي قدمتها ويا رب الأمهات تستفيد من المعلومات اللي قدمتها بقية نهار حلو لإليك مثل ما بتتمني شكراً لك ويسعد صباحكم أما هل رشا وصلنا على ختام مشوارنا الصباحي لليوم بتمنى لكم بقية نهار كتير حلو مثل ما بتحبه وبرفقة الأشخاص اللي بتحبه ننطرونا بكرة بنفس الموعد مع فقرات جديدة وطيوف جداد من هولنا بكرة تبوا بألف خير شكراً لإليك يا ليلى وأكيد كل أشكر للكادر الفني اللي رفعنا بالكنترول المصورين والمعدة حلا سلمان المخرج جعفر أحمد علا وميمس أكيد وأحمد بقول شكراً للكون جميعاً بايت نهار حلو للكون كما بلشنا بالخير رح ننهي بالخير كونوا بألف خير باي باي